اشتركوا في القناة من الاف السنين مش من دلوقتي لكن الطاقة شيء مهم جدا وطبعا الطاقة التقليدية زي ما احنا عارفين سواء الغاز او الفحم او البترول هي مش صديقة للبيئة وهي طاقة تقليدية قد تنتهي وقد تحتاجها الدول اللي بتمتلكها يعني ممكن يبقى فيه بترول وينتهي لكن فيه الطاقة المتجددة والتي لا تنتهي والتي بتعتمد على الهوى والمية والشمس والحقيقة مصر بتتمتع بهذه العناصر ككل ولو اتكلمنا عن السولر انرجي او الطاقة الشمسية دول اوروبا في اشد الاحتياج اليها ويمكن عندها القدرة تكنولوجية ان هي تنتج هذه الطاقة وبتحتاج العلماء وخاصة من مصر السولر انرجي وده موجود في المانيا وفي اماكن كتير ومعندهاش الشمس اللي عند مصر يبقى احنا اولى ازاي ممكن نحافظ على البيئة ازاي ممكن يبقى عندنا الطاقة متجددة كل ده هنعرفه بعدما نرحب بضفنة معانا اليوم دكتور سامح نعمان استاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة اهلا بك يا دكتور معانا اهلا بك يعني طبعا كلامنا عن الطاقة لكن ايضا الطاقة المتجددة وصديقة البيئة الهايدروجين الاخضر الاول الهايدروجين الاخضر حابين في تعريب بسيط للمشاهد نعرف يعني ايه الهايدروجين الاخضر وفيه هيدروجين الوان تانية ايه المقصود بيه الهايدروجين الاخضر هو بيجي من نتيجة تحليل المياه بالطاقة لو انا بستخدم فيها الطاقة المتجددة الطيف بتاع الهايدروجين بيبقى لينه اخضر كده بنسميه الطيف لو انا حللت المياه بالطاقة النووية الطيف بتاعها بيبقى لونه اصفر أنا هو اقل فايدة للبيئة هو اللي طالما تحليل من المية ده صديق البيئة مية في المية إنما لو رحت ناحية الهيدروجين الأزرق الهيدروجين الأزرق عشان أطلع هيدروجين الأول بأخذ الغاز والغاز بيتعمل معاملات كيمائية يطلع هيدروجين رمادي هيدروجين الرمادي ده عبارة عن هيدروجين أزرق مصاحب لساني أكسيد الكربون فبضطر أفصل ساني أكسيد الكربون يتبقى عندي الهيدروجين الأزرق فعشان كده الهيدروجين الأزرق عشان أحصل عليه بيبقى غير صديق للبيئة الصديق للبيئة من أنواع الهيدروجين بس هو كله هيدروجين في الآخر هو هيدروجين وكله بيستمر في استناعات وكله بيستخدم في كل حاجة بس اللي باستخدمه أو اللي أنا بحصل عليه ويكون صديق للبيئة هو الهيدروجين الأخدر وبقولها أخدر لأن أنا باستخدم فيه الطاقة المتجددة والطاقة المتجددة علشان أحصل عليها فهي بتيجي من الطبيعة فبكون أرخص بالنسبة لي من أي أنواع الطاقة الطاقة الأخرى ومستدامة مستدامة يعني معها على طول محدش لا بيمنع شمس ولا بيمنع هوا ولا يقدر يمنع مية فبالتالي عندي طاقة متجددة عندي المية موجودة 3 ربع العالم 3 ربع العالم أقدر أطلع منها المية محلوة وطلع منها الهيدروجين أغضر الهيدروجين أغضر لما بيجي يستخدمه ما بيطلعش منه سانكسيكور يعني لما بيجي أحرقه ما بيطلعش منه سانكسيكور بيتمع مية مقطرة أستخدمها تاني أقدر تستخدم للشرب أو ممكن أستغلها تاني وطلع منها الهيدروجين فإذا ناتج الهيدروجين مش سانكسيكور مية مقطرة يعني عشان كده بنقول عليه هو صديق البيئة صديق البيئة جدا 100% وده أفضل أنواع الطاقة اللي هي غير ضر البيئة من جميع من أي اتجاه لو بصنا كده للطاقة التقليدية الفحم لما بيستخدم الفحم عشان يطلع كيلو كهرباء كيلو كيلو واط بيطلع قدامي ساني أكسيد كربون 1100 جرام ساني أكسيد كربون 1000 يعني أكتر من كيلو لو استخدمت الغاز بيطلع لي من 400 إلى 460 جرام ساني أكسيد كربون لو استخدمت الطاقة الشمسية اللي هي الفوتوفولتك بيطلع لي 46 جرام لو استخدمت طاقة الرياح بيطلع 12 جرام في الكيلو 12 جرام ساني أكسيد كربون طاقة المية لهذا السد العالي وجاب العتاء بيطلع 5-6 جرام في الكيلو وط سنة و 6 كاربون فإذن المفيد للبيئة هو الطاقة المتجددة أولها الهايدروجين طاقة متجددة وبعدين طاقة الغاز طيب كيفية تستعملها في الصناعات كيفية استفادة كيفية نستفيد منها كمصر وكيفية ننتجها أو نصل للقدرة على إنتاجها الهايدروجين الهايدروجين حضرتك أولا أول ناس استخدمته في العالم مصر على فكرة أول ناس استخدمته في العالم مصر أمتى يفهم القدمة المصريين الحضر المصري القديم الهارم الأكبر ده أصلا كان معمول علشان ينتج الطاقة الكهربائية اللاسلكية من الهايدروجين الأقدر كان تحت مدخل المياه دور الثاني كان لإنتاج الهايدروجين والترددات والدور الأخير كان لإنتاج الطاقة الكهربائية تطلع لسلكي ليلة المعابد من طريق الهايدروجين احنا كمصر حاليا حاضرتك من سنتين اكتر من سنتين دول اوروبا قبل الحرب بتاعت روسيا اكتر من سنتين دول اوروبا بدأت تدور على الطاقة والبيئة وايه انضف حاجة نستخدمها في البيئة من الطاقة لا ان الهايدروجين لان في دول في اوروبا بقالها عشر سنين بتستخدم الهايدروجين لا اقدر فقالوا طيب احسن ناسي يدينا طاقة متجددة هي شمال افريقيا فعملوا دراسة على شمال افريقيا بالكامل لقوا ان افضل مناخ وموجود بوم ساحة وخبرة موجودة في مصر فمصر كانت مصر بيتوفر فيها الخبرة في الطاقة المتجددة وبيتوفر فيها المياه لان احنا عندنا 3000 كيلو متر ساحل بحر احمر وساحل بحر ابيض متوسط دول تحليت مياه يبقى عندي المياه وعندي الطاقة المتجددة والعنصر التالت الاستقرار التلاتة دول متوفرين فعشان كده بدأوا يعملوا اكتر من 22 مذكر التفاهم من سنتين لصناعة الهيدروجين الاخضر داخل جانبية مصر العربية وبالذات في محور قناة سويس ولذلك محور قناة سويس هيبقى المحور العالمي لانتاج الطاقة المتجددة من الهيدروجين الاخضر بعد كده في كوب 27 بدأت مذكرات التفاهم الى مذكرات تنفيذية منها النرويج وافتتحت محطة الطاقة اللي هي 100 ميجا اللي بتستخدمها في الاسمدة هي والامارات وبعد كده المذكرات دي تحولت الى مذكرات تنفيذية وعشان تتحول لمذكرات تنفيذية ويتم انتاج الهيدروجين الاخضر بدأت محطات الطاقة المتجددة ان الشركات العالمية والدول بدأت تدعم الهيدروجين الاخضر بانها تعمل محطات طاقة جديدة ومتجددة ولذلك حينما في مصر في مصر الامارات عملت التفاقية بانها تعمل واحد جيجة من الرياح وفيه 500 والنرويج وفيه 500 تاني من الطاقة الشمسية تحت وفيه في اسوان وبعدين فيه 1750 طاقة شمسية اخرى فيه 500 تاني طاقة متجددة الرياح في فراز غارب فإذا في الفترة الصغيرة بعد المؤتمر تم تفرق كبيرة لانتاج الطاقة المتجددة ولذلك مصر كانت مخططة انها تبقى في 20-22 تحصل على 20% من الطاقة المتجددة من الطاقة بتاعتها ومخطط لها في 20-35 انها تبقى 42% من الطاقة المتجددة بالامكانيات اللي تمت بعد كب 27 احنا بدلا ما هنستنى 20-35 ان شاء الله قبل 20-30 هنكون عدينا لـ 42% من الطاقة المتجددة نتيجة المشاريع بتاعت الهايدروجين والدعم بتاع الطاقة المتجددة الخاص بالهايدروجين الاخضر جميل جدا هل فيه اماكن تصلح لدوء اماكن او ايه اكثر اماكن في مصر ممكن تصلح لانتاج الهايدروجين الاخضر الهايدروجين الاخضر اي مكان فيه طاقة متجددة مع توفر المية الاثنين دول يشتغلوا على طاقة يبقى يديني فاحنا عندنا طول السحل الابيض والابيض البحر الابيض والبحر الاحمر دول جهازين ولكن الاهم من كده ان انا يتوفر معايا الخامات والامكانيات ان انا ابتدي انقل هذا المنتج لبرها فلازم يبقى عندي وسيلة نقل كواس لما عشان كده بنقول تصدير يعني تصدير طبعا لان احنا مش نستخدم كل اللي تعلع لان ودي شركات اجنبية لازم تكون تاخد المنتج بتاعها فلما بنتكلم على مهر قناة السويس في عندنا حسن حق اتفاقنا الاول ولا حق اتفاق اكوردنج البروتوكولات او طب كان البروتوكولات معي ما هو في البروتوكولات دايما لنا نسبة لنا نسبة لازم في اي حاجة فيبقى لنا نسبة فحداتك لما نبص على مهر قناة السويس والعين السخنة عن مينة بتاع العين السخنة اصبح فيه اماكن لتخزين دلوقتي بيتجهز اماكن لتخزين الهيدروجين الاخدر فيه خط ربط مباشر ما بين المصانع يعني عن الخط الرئيس لداخل المينة من المصنع للمينة مباشرة وفيه اماكن تخزين يعني المنتج يطلع من المصانع بتاعت او انتاج الهيدروجين الاخدر لها اماكن تخزين ولها رصيف خاص بيها في التصدير زي البترول بترول له ارصفة خاصة وخطر طبعا لازم يتعامل معاملة خاصة لان هي طاقة طبعا لها منطقة حرة والاماكن دي كلها منطقة حرة ومناطق تصدرية ومنطقة طريقة معينة لها معاملة خاصة حمايات معينة بالتالي ولها طريق خاص ولها الهيدروجين اكتر دم اكتر ما يكون لان اولا لما بتسرب لا لو طعم ولا لو ريحة ولا لو لون فمحدش يعرف وسريع الاشتعال ولما بيشتعل محدش يعرف انه مشتعل وبالهلي ممكن يبقى سمي كمان لو اطلق من غير ولا ايه لا هو عمره هو مش سام يعني لو حصل تسريب مثلا لا يسبب اختناع لو ما كان مقفول ولكن هو ما بيسببش مشاكل ولو احترق ما بيطلعش دخان بيطلع مية فما بيبانش ان عندنا فيه لقد الرراء فيه اشتعال من لها تمام لكن هو بتشال في اماكن خاصة مع مرة زي ما بنحط اسطونات الغاز في السيارة فلها اماكن يعني مؤمنة مية في المية وهل بيبنحتاجه في كافة الصناعات ولا فيه صناعات اكثر احتياجا هو حضرتك الطاقة النتيجة من الهيدروجين تعادل اثنين وثمانية من عشرة طاقة اي حاجة تاني يعني لو جبت لتر بنزين وخدت ما يعادل منه من الغاء من الهيدروجين الطاقة التي تنتج من الهيدروجين تقدل اللي يطلع من البنزين مثلا اثنين وثمانية من عشرة يعني تارت مرات تقريبا يمكن على لونجران يستعمل السيارات هو بيستخدم في السيارات من سنين فاتت في في اليابان وفي النرويغ فعلا اللي هو الغاز اللي بيطلع عن الغاز ولا دا حاجة الوحيدة الهيدروجين هيدروجين بيستخدم في السيارات في اليابان وفي النرويغ وفي بعض الدول الأوروبية وسيارات مستنوعة لذلك خاصة بالهيدروجين فقط وبعد كده دلوقتي حصل فيها تعديل بدل ما بيروح المحطة ويمون غاز هيدروجين دلوقتي بيستخدم الهيدروجين كزي أمبوبة زي معجون الأسنان بس على حجمه أكبر شوية بيفضي الأمبوء في قلب التنك وبعد كده معها نسبة مية معينة والهوى بيدخل من مقدمة السيارة وبيحصل التفاع والدخل للسيارة يطلع منه غاز هيدروجين محدش بيقى بنزين هناك خالب لا مفيش هيدروجين بعد كده الطاقة بتاعته كبيرة والعدم بتاعه بيبقى مية يعني بيستخدم المية تانية وأكيد أوفر كمان في كل حاجة النبوح هادك هو ثلاث أضعاف الطاقة بتاعته لأي حاجة طب قيمت هاي فانت ما نستعمل له للسيارات هنا لا هو الوطن العربي أقل استخداماً ممكن حوالي ما يقرب من عشرين خمسة عشرين سيارة بس موجودة في الخليج ممكن عشان لسه جديد وأقل إدهاجاً ولكن في أوروبا اليابان مركز عليه قوي النرويج مركز عليه لأنه هيبقى أفضل من السيارات الكهربائية لأن السيارات الكهربائية لها معدل استهلاك سنوي يعني ولها عمر افتراضي تخلص عنده نتيجة البطارية إنما لأن البطارية تخلص مثلاً عند مليون كيلو وعند خمسمائة ألف كيلو وتغير البطارية أو تعتبر بغيرها عربية إنما الهيدرجين ما بيغيرش العربية هو الانجين بتاعته شغالة وما فيهوش احتراق ما فيهوش عاديم داخل السيارة داخل الانجين بتاعه فبالتالي الاستهلاك فيها ضعيف جداً فهو بيشتغل أكتر بكتير وحيبقى أرخص من أي حاجة تاني هو في الأول أي حاجة دايماً في الدنيا في الأول بتبقى تكلفة بتاعتها صعبة لحد ما بيبتدي منها ماس برو داكشن وبعد كده بتمشي الأمور معنا تمام يعني إن شاء الله فيه أمل إن احنا نصل لهذه المرحلة ايه صناعات أخرى زي ممكن يستفيد منها؟ حاولتك نتكلم على صناعات الكسيفة الكسيفة الطاقة زي الحديد والسولب والإسمان دا بيستخدم فيها أوروبا بتستخدمه من أكتر من خمس ست سنين بتضيف عشرين في المية من الهايدروجين على الغاز في التدفئة لأنه بيوفر الطاقة عندها يعني بدل ما بيستخدم غاز بيحط 80 في المية غاز وعشرين هيدروجين ياخد طاقة 140 في المية للتدفئة للتدفئة فده موجود بيستخدم فيه السيارات وبيستخدم فيه في أهو يستخدم فيه الطاقة الكهربائية زي الحل زي الذبدة فيه زبدة يقولك مهدرجة مهدرجة ايه هي دين مهدرجة فيها الجزء مثلا على الغذية فهو بيستخدم بيستخدم في كل حضرتك ما تتخيله من إنتاج الاستخدام للطاقة هو بيستخدم فيها جميل جدا طيب يعني حضرتك بقى في المجال الأكاديمي كمان أكيد فيه أبحاث كتير أجريت على ده كيفية استثمار هذه الأبحاث لإحداث تطور في هذه السنة في مصر يكفي أن احنا عملنا محطات إنتاج الطاقة الهيدروجين بدل ما حنستوردها من بره عملناها داخل مصر وفي التجربة دلوقتي بها لها أكتر من ثلاث شهور والحمد لله نبقى بينا إحنا كمصرية وبحث علمي بحث علمي يبقى دليل إيه؟ إن أنا ما جاء عمل محطات هيدروجين من بره الشركات اللي جاية من بره مش هتجيب المعدات بتاعتها هتاخد معداتنا بدل من نجيب الخبراء يشغلوا المحطات والتكنشقة والناس الفنيين وكده لا إحنا عندنا بقى دلوقتي الفنيين وعندنا الخبراء وعندنا المصرية وعندنا الإنتاج بتاعنا كمصرية هيدروجين فإذن وده دي حاجة جديدة خط جديد فإذن هيبقى التكلفة الرئيسية أو القص الكبير هيبقى رخيص لأن أنا ما باشتريش من بره وما باشتريهاش غالية وما عنديش تكلفة ناء موجودة فإذن فيه ريزاكشن كتير في القص فبالتالي الاقتصاد أو الإنتاج بتاعها أو المكسب بتاعها حيبقى كبير دكتور سامح نعمان يعني يا حبير الطاقة وأستاذ بكلية الهندسة بشكر حررتك جدا على هذه المعلومات القائمة وعلى هذه الطاقة التفاقلية وفي نهاية لقاءنا بنقول فعلا الحفاظ على البيئة شيء مهم جدا لكن إزاي ممكن ننتج طاقة بسواعد مصرية كل ده شكنا النهار ده ومصر جميلة إلى اللقاء وحلقة جديدة وفريق أعمال جديد شكرا